السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال شوف نشوفكم بخير ورجعت لكم اليوم بحلقة جديدة من سلسلة أدواري وعندنا لهذه الحلقة دور خرافي جداً هذا دور العبت على الموقع دي تشيس في مباراة بلدس ضد انترنشنال ماستر ما عرفت عرف شو اسمه عرض الواقع لأنه ما نكاتب لكن اسمه على الموقع فايل مون ستة واربعين او 64 عفواً وتصنيفه نسمه تجعي فين؟ 2444 بالوقت اللي اللعبت ضده وتقريباً هاي المباراة اللعبت تقريباً أبل 4 أو 3 شهور وقته كان تصنيفي 2402 هاي المباراة جداً جداً رهيبة وفيها تضحيات وتكتيكات وأشياءات أنا جداً استمتعت ولما رجعت شفتها أنا قولت هاي لازم جيبها على القناة ليش ما جبتها على القناة فلازم تنجاب وبهاي الحلقة رحين نحلله واستمتعوه بجمال الشضرونج مبلج خصمي من نقلة السي فور أنا لعبت بهذا الوضع بي سيكس فهنا بيسموه الدفاع اليوناني طبعاً أنا شارحه بالقناة لو اتنبت تتعلمه فانزل على الوصف بتلاقي رابط فيديو شرح لهذا الابتتاح إي فور من خصمي محتله الوسط بيشوب على البي سابن أعطيني الجندي الإي فور بعدما لعب خصمي ناتسي ثري حاملة إي فور أنا كملت بنقلة الإي سيكس يمكن الأوبنينج هلا بهاي الحلقة تحديدنا يكون غريب لكن أنا بيستمتع بهاي الشغلات اللي بتكون تكتيكية وبتكون أشياء غريبة فاجئ فيها الخصم بيشوب على الدي ثري بهذا الوضع طبعاً غالباً فكرة بيشوب دي ثري إنه خصمي بدي يحط فيله على الدي ثري بعد هيك يجي على الجي وان مثلاً أو على السي تو ويلعب دي فور إي فايف والفيل يكون فيه المهاجم وفيه السفاح جداً وبهذا الوضع أنا كملت بنقلة البيشوب على البي فور فكرة بيشوب بي فور أنا بدي أكل بيشوب تكتيك سي ثري بعد بي تكتيك سي ثري أكون على الأقل خربت له جنوده نايت جي على الإي توب هذا الوضع في حيث إنه لو أنا أكلته ويأكل حامي السي ثري وبهذا الوضع رحت على طول لعب أفف فكرة أففايف أنه بعد نقلة نايت جي على الإي توب شكل عام بيشوب دي ثري هذا الوضع كثير ضعف فبعت نقلة أففايف لو أنت جيت هون أنا ممكن أكل بيشوب تكتيك سعى الجي تو باللقطة اللي بدي أها تبيت قصير من خصمي وأنا كملت هون نايت تكست على عفوا نايت على الأف سيكس على الانجن بيحكييني أنه أف تكس على الإي فور كانت أحسن لكن أنا ببالي كانت خطة رهيبة والسلسلة التضحيات بتعطيني اكتيفيتي ما طبيعي نايت على الأف سيكس بهذا الوضع أنا هنا لعبت إي تيكس على الأفف من خصمي أنت صح إنك بهذا الوضع كسب جندي أنا ما بقدر أكل أنه بيأكل لكن فتحت اللي فيه هيفتح لي تكتيكات شيء أسطوري تبيت قصير بهذا الوضع مني أكل خصمي أف تيكس إي سيكس وأنا كملت نايت على السي سيكس ولا كأني شايفك إي تيكس على الدي سبن طبعاً هو شو صار هالأماكل واحد اثنين ثلاثة ثلاثة جنود معه ثلاثة جنودة زيادة وأنا أكلت هون نايت تيكس دي سبن وصار معه بالآخر جنديين زيادة اللي استفدت أنا بهذا الوضع أنه حالياً معي فيل ضارب على هذا الوثر وزير جاهز أنه يهجم قلعة ممتازة عمود الأف فيل ممكن يجعل دي سيكس يهجم حصان ممكن يجعل اي 5 كل القطعي سوبر كل القطعي بأحسن موضع إلى مقابل بيدقين أنا مضحيون بالمقابل انظر الانتشار خصمي لهذا الوضع الجنياً لو بتحلله هالجيم لو بتحلله على الانجين بتشوف أنه فيكتر أخطاء وهي شي منطقي لكن جمال الشترونج بيكون بالأخطاء مستحيل تشوف جيم جميل إذا الجيم كان مثالي طيب فبال الوضع بعد نايت تيكس دي سبن كمل خصبي بنقلة النات على الدي 5 طالب الفيل على اساس الفيل على البي 4 فرجعت أنه هون بيشوب على الدي 6 اي ينج أو انه ضارب على خانة اله 2 نايت على الدي 3 بهذا الوضع بافتح المجال للوزير و بسكر على الدي 5 وانا جيت هون نايت D على الدي 5 طالب انه اكل نايت تيكس على الدي 3 بيشوب على الدي 2 بهذا الوضع من خصمي وجيت على طول اكوين على اله 4 ضارب على خانة اله 2 افكار نايت G4 بوقت من الأوقات راح تكون قوية جداً F4 بهذا الوضع طالب الحصان تبعي رجعت نايت على الدي 6 طالب جندي F4 D4 بهذا الوضع عشان يحمي الجندي بالفيل لكن بعد الوضع لو انا اكلت يعني ممكن انه اكل و افوت بهاي التفريعة بس هيك بكون انا استرجعت جندي اسف لو كسرنا كل هاي الشغلات يعني بكون اوكي انا استرجعت جندي لكن خصمي لسه عندي جندة زيادة و انا اساس تضحياتي كانت انه انا بدي يعني بدي يكون عندي تعويض انتشاري فانا ما نجاهز انه اضيع او اضحي بالانتشار هلا مقابل استرجع جندي واحد على الاقل بدي استرجع 3 او 2 على الاقل و اذا بدي استرجع 2 يكون عندي انا افضلي بالانتشار ووضع انا راضي عنه طيب فكملت بهذا الوضع روك اي على ال اي اث ضغط على جندي ال اي 2 واجه خصمي بيشوب على ال اي 3 وبهذا الوضع تعبت نقلي رهيم جدا واقف لي فيديو وهلا فعليا بلنج الجيم وبلشت التضحيات شفت انا هون انه هاي القطعة مزعجة شفت انا انه بعد نقلة افور هذا الوتر كامل مفتح هاي فرصة ذهبية الي هون انه اكل روك تيكس على ال اي 3 اضحت له بفرق وبعد نايت تيكس على ال اي 3 روحت هون انا اكلت كمان مره نقلة علامة تعجب نايت تيكس على ال اي 4 ضحت له بالحصان هلا الفكرة هون انه كل هاي التضحيات هدف اشي واحد انه انا هم بيفتح لي الفيلين والفيلين لما يفتح لون ويكون معي وزير مهاجم وحصان مهاجم شي مجنون هذا الوضع خصمي كان مفروض يأكل كوين تيكس دي 4 لكن بعد بشوب سي 5 مثلاً كوين دي 1 انا بدي افترض انا اوكي كوين دي 1 يمكن هو غلط انا بدي افترض كوين دي 2 المشكلة هون انه فيه نايت تيكس افور والتكتيكات بتبلش تنبع نبع يان هون مثلاً نايت تيكس جي 2 نايت اتش 3 نايت تيكس هون مع تكتيكات وكمان مره شوف الفيلين الفيلين هون الاساس كل شي ويمكن اكمل هون مثلاً روك اي اي 8 مع روك تيكس تكتير تهديدات وخصمي صعب كثير أنه يدافع فخصمي ما أكل بهذا الوضع بعد نايت تيكس دي فور ما أكل الحصان وكمل بنقلة البيشوب على الدي ثري بهذا الوضع طبعا فكرة بيشوب على الدي ثري هون بتوقع يعني أنه هو بدي يهرب من نايت تيكس على الـ E2 لأنه لو هون أنا أكلت أخضرت أنه أكل آسف خلين رجع لو أكلت نايت تيكس E2 ها نايت تيكس أفور وبشكل عام بيكون وضع كثير مفتوح فأجه خصمي بيشوب على الدي ثري وأنا كملت بنقلة نايت تيكس على الـ F4 نايت على الـ F5 بهذا الوضع طالب الوزير التابع على أساس أكلت نايت تيكس F5 وبعد بيشوب تيكس F5 بهذا الوضع لعبت تكتيك جدا رهيب صراحة وقفت الفيديو وحاوت لقي النقلة اللي لعبتها اللي أدت إلى تكتيكات جميلة جدا وأدت بالآخر أنه أنا أكسب الـ GAME بيشوب على الـ C5 فبهذا الوضع الملك ما بيجي على الـ G1 على الـ H1 لأنه في بيشوب تيكس G2 وهي حتكون كشمات فبهذا الوضع خصمي جاروك على الـ F2 ظنًا أو متوقع أنه هون شو أنا راح أكل وراح أكتفي يعني أنه أكلت خلص يعني أنه أوكي لكن هون أكلت روك تيكس على الـ F5 والله أنا كتيري أخوان مبسوط من هاي تضحيات يعني كل شوية تضحي ورا تضحي ورا تضحي ورا تضحي روك تيكس F5 الفكرة هون أنه تما بتضرتها كوني لأنه في كوين تيكس F2 وبعد كوين تيكس F2 كينغ H1 كوين تيكس G2 مات كما مرة أشوف الفيلين يعني لا تستهين أبدا بنشاط الفيلين خصوصًا لما يكون جيم بلدز وخصمك صعب على أنه يدافع فبعد روك تيكس F5 أنا هون كان عندي كتير تهديدات أحد التهديدات هلأ راح أرجيكم إيها هلأ خصمي بهذا الوضع يجي كوين على الـ D2 عشان يضغط على الإحصان يحمي القلعة لكن بعد بيشوب تيكس F2 كوين تيكس على الـ F2 هون كانت المفاجأة نايت على H3 تشك عدل لي كم تضحي كان في بالقيم نايت H3 تشك في كريتا أنه بعد ما تنكلني راح يجي روك تيكس على الـ F2 جي تيكس H3 روك تيكس F2 كينغ تيكس F2 وبعد كوين تيكس على الـ G3 هون استسلم خصمي هو من المثير أو ما المثير بالاهتمام من الجدير بالذكر أنه أنا خلصت هالجيم كامل بـ D2 يعني كل اللي صرفته بس هالجيم وكل هاي النقلات دي أو هاي تكتيكات فالشي كتر ريب صراحة أنا كتر حبيت هالجيم الفكرة أنه أنا أوكي ضحيت بالبداية هون بـ 3 جنود لو أنت بترجع أول شي لعبت له F5 أكل بعد هيك عطيته الـ E6 بعد هيك عطيته الـ D7 بعد هيك جنينة لهون وعطيته أول شي القلعة بعد هيك أعطيته الـ Lحصان بعد هيك أعطيته شو أعطيته بس لا أعطيته شو أعطيته بس لا أعطيته بعد هيك هون أعطيته القلعة الثانية بعد هيك أعطيته اللحصان وأعطيته القلعة وأضحيت ضحيت ضحيت لما شبعت وبالآخر هون بعد Quintex H3 خلص Quintex H2 هون كان تهدير Quintex H2 وعندي وزير مقابل القلعة مما أدى أنه أنا أكسب الجيم إن شاء الله تكونوا استمتعتوا في هذه الحلقة أو استمتعتوا في هذه الحلقة لو حبيت تتعلم وما تفتح فنزلوا الرابط بالوصف ونشوفكم إن شاء الله بفيديوهات ومباريات أخرى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلى اللقاء جميعا